اشتركوا في القناة للعام الثاني على التوالي واكد معاليه ان هذا الانجاز الدولي يأتي استمرارا لمسيرة الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى والذي شهد تنامي حقوق الانسان في ظل دولة المؤسسات والقانون واضف ان هذا الانجاز ما هو الا تأكيد لحقيقة دور جلالة الملك المفدى المشهود في رفعة شأن مملكة البحرين ومضي مشروع جلالته الاصلاحية في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية المستدامة واحترام حقوق الانسان كما رفع معالي رئيس مجلس الشورى التهنئة بهذه المناسبة الى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه واكد ان هذا الانجاز يأتي بفضل متابعة وتوجيهات سمو رئيس الوزراء المتواصلة التي تؤكد دوما على تقدم الانسان واحترام حقوقه والنهوض باوضاعه كما رفع معاليه التهنئة الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اكد خلالها على ان جهود مملكة البحرين في هذا المجال باتت متقدمة ومتسارعة نتيجة استمرار جهود اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص ترجمة نانسي قنقر